النهاية المفاجئة علي معلول يفكر في مستقبله بعد انتهاء عقده مع الأهلي كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف الظهير التونسي علي معلول والذي يواجه تحديات جديدة بعد انتهاء عقده مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي وتعرضه لإصابة في وتر أكيلس معلول ما زال يواصل علاجه في مصر حيث أكد شوبير في تصريحات لبرنامجه مع شوبير على قناة اون سبورت أن الأمور تسير بشكل جيد وأن إدارة النادي قد وفرت كل الدعم اللازم له مع تضامن زملائه اللاعبين الذين يزورونه باستمرار وأوضح شوبير أن معلول أكد له عدم رغبته في السفر لإكمال علاجه خارج مصر مع التأكيد على رغبته في العودة للملعب مع الأهلي في أسرع وقت ممكن وبالرغم من هذا فإنه لو تاحت له الفرصة للسفر والتأهيل خارج مصر فإنه لن يمانع في العودة سريعا وبالنسبة للتجديد أكد شوبير أن إدارة الأهلي لم تقصر في تقديم الدعم لمعلول وأن رئيس النادي قد أكد له بأن كل طلباته ستلبى على الفور مما يجعل معلول ممتنا لجهود النادي فيما يتعلق بإصابته ومستقبله مع الفريق ترجمة نانسي قنقر